تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 668 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوضات بلغت قرابة 570 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاع على السلع المضعومة تم ضبط أكثر من 79 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد الأرز الشعير والبايع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 487 طن أما في مجالي البايع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 4 أطنان وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 668 قضية من بينها 218 قضية خبز نقص الوزن و227 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 18 طن ترجمة نانسي قنقر